يواصل العمال اضراباتهم واسعة النطاق في جملة من المصانع الكبرى في عدد من المدن الايرانية احتجاجا على عدم دفع نظام طهران مستحقاتهم المالية وتشهد اكثر من سبعين محافظة ومدينة في ارجاء ايران اعتصامات واضرابات لمئات العاملين في شركات كبرى متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين تضامنا مع المحتجين الذين يطالبون بحقوقهم الاساسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة وقد تبنى نظام طهران سياسة العنف والاعتقالات في محاولة منه لوائد تلك الاحتجاجات التي غصت بها ارجاء البلاد منذ اكثر من اسبوعين ويطالب المحتجون باسقاط نظام الولي الفقيه في طهران وانشاء ديمقراطية مدنية لا تكون الثيقراطية اساسا لحكمها ويكون للشعب الصوت الاول لرسم سياسات البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر